بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلاب مرحبا بكم في اللقاء الأول من كتاب علوم القرآن 2 سندرسه إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقاءة متتالية وسيكون مبنيا على الكتاب السابق وهو علوم القرآن واحد وإن شاء الله سبحانه وتعالى سندرس في هذا المقرر عددا من المواضيع التي سندرسها تباعا إن شاء الله المرجع المعتمد هو علوم القرآن 2 الجامعة هذا المقرر يهدف إلى عدد من الأهداف أولها التعريف بأنواع من علوم القرآن ثم يكساب مهارة تمييز بين المحكم والمتشابه والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وهذه هي المواضيع التي سندرسها إن شاء الله سبحانه وتعالى مع غيرها في هذا المقرر كذلك يهدف إلى توضيح أحكام النسخ في القرآن وما يتعلق به من أنواع ويهدف أيضا إلى التعريف بجدل القرآن وأمثال القرآن في السياق القرآني مذكورة كثيرة من الأمثلة في هذه الموضوعات ويهدف كذلك إلى بيان جوانب من الإعجاز القرآني وإلى بيان مدلول الترجمة القرآنية والتمييز بين أنواع وأحكام كل نوع من أنواع الترجمة اللقاء الأول سيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحكم والمتشابه وإن شاء الله عز وجل بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون عزيزي الطالب قادرا على أن تعرف المحكم والمتشابه وعلى أن تميز بين أنواع الإحكام والتشابه في القرآن الكريم وأن تبين الإختلاف في معرفة المتشابه وأن توضح التأويل المذموم للقرآن الكريم والذي ينبغي أن يتجنب أما النقطة الأولى في هذا اللقاء فهو تعريف المحكم والمتشابه المحكم من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح والمتشابه من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح نبدأ بالمحكم من حيث اللغة وهو يطلق على أمرين الأمر الأول الإحكام بمعنى المنع والأمر الآخر الإحكام بمعنى الفصل بين شيئين وإتقانهما أما من حيث المعنى الأول فهو بمعنى المنع أن المحكم يمنع دخول شيئا في شيئا آخر فعندما تقول حكمت الدابة أو حكمتها معنى منعتها من انطلاقها إلى مكان آخر غير التي هي فيه وأما بقولنا الإتقان فالقرآن الكريم متقن من جميع جوانبه فهو إحكام وإتقان في كلام الله سبحانه وتعالى هذا من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح إحكام الكلام هو إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والرجد من الغي في أوامره أي في القرآن الكريم والمحكم منه من غير المحكم فما كان في هذه الصفاء فهو محكم في القرآن الكريم وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كله بأنه محكم على هذا المعنى هذا هو تعريف المحكم والنقطة الأخرى هو تعريف المتشابه لغة واصطلاحا فالمتشابه من حيث اللغة يطلق على أشياء أو على معاني ذكرها اللغويون والمعنى الأول هو أن يشبه الشيء بعضه بعضا أي بمعنى التشابه هذا هو المعنى الأول والشبه أو الشبه هو أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينه من التشابه الشديد والالتباس الشديد سواء كان شبها عينيا أو شبها في المعاني كما قال الله سبحانه وتعالى وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا أي يشبه بعضه بعضا لونا وطعما وحقيقة وقيل التشابه أيضا من التماثل وهو التماثل بجودة الكلام وأن يشبه بعضه بعضا في قوته فيكون هذا مثل هذا تشابه الكلام معناه في الإصطلاح هو تناسبه وتماثله بحيث يصدق بعضه بعضا وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كله بأنه متشابه من حيث هذا المعنى فهو تشابه كلي تشابه عام وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينافي الآخر فهذا هو التشابه والإحكام هناك تشابه عام والتشابه خاص التشابه العام والإحكام العام ذكرناه في ممضاف النقطة السابقة وهو أن القرآن الكريم كله محكم وأن كله يشبه بعضه بعضا هذا هو التشابه العام التشابه الخاص والإحكام الخاص هو كما يلي هناك إحكام خاص في بعض آيات القرآن أو في القرآن الكريم من حيث آياته ومن حيث سوره وتشابه خاص أيضا من حيث بعض الآيات وبعض الألفاظ وبعض الصور والمعاني التي ذكرها القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم فيه تشابه خاص وفيه إحكام خاص فبعض القرآن محكم وبعضه متشابه والمتشابه هو أم الكتاب أي أصله وأساسه والمحكم هو أم الكتاب وأساسه وأصله والمتشابه هو شيء من الكتاب والقرآن الكريم ليس كله أو كثير منه متشابه والمتشابه بالمعنى الخاص يرجع إلى المحكم وفي معنى هذه الآيات أقوال أو في معنى المحكم والمتشابه أقوال التي ذكرتهما هذه الآيات القول الأول أن المحكم ما عرف المراد منه فكل شيء في القرآن الكريم أو معنا أو لفظا عرفناه وعرفنا ما أريد به فهو محكم والمشتشابه ما استأثر الله بعلمه مثل علوم الغيب وبعض الصفات الإلهية وأوائل السور وغير ذلك من الآيات التي فيها تشابه استأثر الله بعلمها ولم يعلمه إلا بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة الوحي أو لم يعلمه مطلقا فمثل هذه الأشياء تسمى متشابه أيضا عرف المحكم المتشابه بأن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من أوجه المعاني فهذا يسمى محكم المتشابه محتمل عدة أوجه هذه الأوجه أو هذه المعاني محتملة كلها بنفس الدرجة أو بتفاوت ولكن القرآن الكريم لا يأخذ المعنى منه إلا إذا كان يقينيا أو كان راجحا وثابتا ويستأنس ببقية الوجوه أيضا في بيان الظاهر والراجح من المحتملات المحكم أيضا ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان هذا يسمى محكم والمتشابه ما لا يستقل بنفسه لأنه يحتاج إلى بيان برده إلى غيره أو بدلائل أخرى أو بالسياق أو باستدلالات عقلية يرجع إليها المفسر عندما يبين المتشابه قيل أيضا المحكم هو الذي يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه فهذا يسمى محكم والمتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معناه ويحتاج الإنسان أن يعرف معناه ودلالته من موضع آخر وليستقل بنفسه الدلالة على نفسه يمثلون للمحكم في القرآن الكريم بأمثلة منها الناسخ أي الذي ينسوه غيره فهناك آيات في القرآن الكريم ناسخة لغيرها وإثبات النسخ سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما سندرسه من لقاءة قادمة الناسخ هو محكم الحلال والحرام محكم لأنه واضح الدلالة وصريح الدلالة حدود الله سبحانه وتعالى في كتابه التي ذكرها هي محكمة لأنها واضحة الدلالة الفرائض محكمة لأنها واضحة الدلالة كالزكاة والصلاة وغيرها الوعد والوعيد أيضا محكم الوعيد بالنار والوعد بالجنة والثواب والعقاب هذه أشياء محكمة لا تتغير لأنها قول من الله سبحانه وتعالى ووعده حق لا يتغير ويمثلون للمتشابه بمنسوخ القرآن الأشياء المنسوخة والباقية في القرآن الكريم اختلف العلماء في بعض الآيات المنسوخة هل هي منسوخة أم ليست منسوخة ثابتة أحكامها ما مصيرها هل ثابتة أم تغيرت ولذلك سميت متشابه لهذه الاستفسارات ولهذه النظرات التي ذكرها العلماء كيفيات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي أيضا من المتشابه كما قال الله عز وجل مثلا الرحمن على الأرش استوى وقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكذلك أواءل السور كما ذكرنا سابقا المفتتحة بحروف المعجم التي لا يدرك كنها إلى الله سبحانه وتعالى فهذه من المتشابه وبعض هذه الأنواع المتشابهة مثلا حقائق اليوم الآخر وعلم الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وبعضها من آيات القرآن وصل إليها العلماء أو باجتهادهم أو أنهم يجوزون النظر فيها وتفسيرها وبيانها وفق مراد الله سبحانه وتعالى وفق قواعد تذكر في كتب أصول التفسير وقواعد التفسير هناك عزيزي الطالب اختلف أو اختلاف بين العلماء في معرفة المتشابه هل يمكن معرفته أم لا يمكن أن يعرف المتشابه في القرآن الكريم شيء غامض فاختلف العلماء هل يمكن أن يعرفه العلماء والمجتهدون أم لا يمكن معرفته إلا لله سبحانه وتعالى أو للرسول صلى الله عليه وسلم فقط وقال الاختلاف في إمكان معرفته ومن شأوا هذا الاختلاف هو اختلافهم في قول الله سبحانه وتعالى أو نوقف على قول الله سبحانه وتعالى والرسخون في العلم يقولون آمنا به من أول الآية السابعة في سورة آل عمران ذكر الله عز وجل أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات قال فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا إلا أول الألباب فاختلف العلماء في هذه الآية الآية أثبتت أن في القرآن محكم ومتشابه ثم لم تبين ما هو المحكم وما هو المتشابه فاختلف العلماء بسبب الوقوف على قول الله سبحانه وتعالى والرسخون في العلم هل يجوز الوقوف على قوله على لفظة العلم أما الوقوف على لفظ الجلالة قبله كما قال وما يعلم تأويله إلا الله أو الوقوف على قوله والرسخون في العلم فبعض العلماء يقولون أن الوقوف هو على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله فهنا المعنى مقطوع بأنه لا يعلم ما في القرآن الله سبحانه وتعالى وعلماء آخرون ذكروا أن الوقوف على لفظة الراسخون في العلم فيدخل العلماء في معرفة المتشابه كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم هنا ذهب العلماء إلى مذهبين كما ذكرنا في تأويل الآية والوقوف على لفظ الجلالة أو على لفظ العلم فذهب مذهب الأولين أو جماعة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصحابة كأبي بن كعبين وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم ثم جاء بعدهم من التابعين من سار على نهجيهم قالوا بأن قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله هنا الوقوف وقف لازم فلا يعلم التأويل المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى واستدلوا لمثل هذا برواية عبن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به هذه قراءة عبن عباس وبقراءة عبن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه كان يقرأ نفس القراءة ثم يوقف على لفظ الجلالة ويقول أنه لا يعلم التأويل إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا أن يسلمون بالإيمان الله سبحانه وتعالى وستدلوا أيضا بحديث آخر عن عائشة قالت تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات النوم الكتاب إلى آخر الآية إلى أول الألباب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم في هذا الحديث ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن لكن هذا الذنب سيتضع فيما بعد أنه ليس المقصود بإطلاق الذنب بإطلاق وإنما الذين يتبعون المتشابهة ابتغاء اتباع المتشابه قال فأولئك الذين سمى الله فأحذرهم أخذت عائشة رضوان الله عليها وقبلها من ذكرناهم من الصحابة أنه لا يجوز التأويل للمتشابه إلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز تتبعه هذا الرأي الأول والرأي الثاني هم جماعة من التابعين وأيضا مجموعة من الصحابة على رأس التابعين مجاهد ابن جبر وكان سيد المفسرين للقرآن الكريم بشهادة الصحابة والتابعين أو بعض الصحابة وشهادة التابعين قال أن الوقف هو على قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم أي أن العلماء الراسخون يعلمون تأويله ثم قال ويقولون آمنا به أي بعدها والراسخون في العلم ويقولون آمنا به واختار هذا القول النووي رحمه الله في شرحه على صيح مسلم وقال أنه الأصح لأنه يبعد أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بتدبر القرآن الكريم ويخاطبهم بهذا القرآن الكريم ثم لا يجعل لأحد من الخلق سبيلا لمعرفة أوامره التي في القرآن الكريم نحن عندما ننظر إلى هذه الرأيين نجد أن للرأيين مستند من القرآن الكريم ومن الدلالة العقلية ومن الأحاديث أيضا فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل القرآن الكريم مفروضة تدبر على عباده وينزل فيه آيات مفروضة فيها فرائض وفيها شرائع ثم لا يتوح لهم الفرصة لكي يتدبروا هذا القرآن ويعلمون ما فيه فلا يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد بإطلاق فالقرآن الكريم لا بد للأمة أن تتدبر ما فيه وتعرف معانيه وأحكامه وشرائعه بالرجوع إلى التأويل إلى معنى التأويل المذكور في الآية وما يعلم تأويله إلا الله يتبين لنا أنه لا منافة بين الرأيين فلفظ التأويل عندما ننظر إلى معناه نجد أنه ورد لثلاثة معاني المعنى الأول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترنوا به هذا المعنى هو في اصطلاح كثيرا من المتأخرين أو أكثر المتأخرين من الشافعية والحنافية والحنابي من أسحاب المذاهب ومن علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء أصول الفقه بالذات قالوا أن التأويل معناه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل هذا في التفسير مذموم لأنك تأخذ باللفظ المرجوع أو بالمعنى المرجوع وتبتعد عن المعنى الراجح لكن هذا في إصطلاح المتاخرين ينبغي أن يذهب إلى أصول التفسير والأحكام وهو مذموم عندما نقول أن التأويل بهذا المعنى يكون مذموم المعنى الثاني الذي ذكره العلماء أن التأويل هو بمعنى التفسير فعندما نقول تأويل الآية كذا هو تفسيرها وهذا ما جرى عليه كثير من علماء التفسير خاصة ابن جرير الطبر في كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن حيث دائما ما نجده يذكر يقول قال الله سبحانه وتعالى كذا ثم يقول تأويل الآية أو تأويل قول الله أو تأويل كلام الله سبحانه وتعالى في الآية وبعض الأحيان يقول تفسير الآية أو تفسير القرآن الكريم فعنده التفسير والتأويل بمعنى واحد وهو مذهب معروف عند المفسرين المعنى الثالث أن التأويل هو بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهذا عزيز الطالب نجد أن المقصود عندما نقول طلعت الشمس فتأويلها طلوعها فعلا عندما نقول قراءة الدرس فتأويله قراءة الدرس فعلا فبالتالي التأويل هو الحقيقة التي يقول إليه الكلام هذه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا هو بالمعنى الثالث فالتأويل إذا أولناه أو إذا فسرناه أو جعلنا معناه أنه حصول الحقيقة كما هي في هذه الحالة نجد أن هناك فصلا بين قولي العلماء السابقين الذين قالوا أنه يجرد الوقف على قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم فيدخل العلماء في تأويل العلم وتأويل القرآن الكريم وقول الآخر الذي قال أنه لا يجرد تأويل إلا الله سبحانه وتعالى فمن قال بالاستئناف هم يعنون المعنى الثالث للتأويل فلا يعلموا الحقيقة التي تأول إليها الأمور أو المعاني حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى والذين قالوا بالعاطف مجاهد وغيره يعنون المعنى بالمعنى الثاني فأن العلماء يعرفون التفسير وعليه فليس بين الرأيين خلاف ولا تضاد فكلا الرأيين له مستند من العقل والشرع في القرآن الكريم والنصص النبوية ومن أقوال العلماء هناك أمر آخر وهو التأويل المذموم الذي دمه العلماء ما هو بالضبط عندما ننظر إلى التأويل المذموم نجد أن هناك نوعا من التأويل المذموم كما ذكرناه في القول الأول وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل وهذا المعنى للتأويل ذكره المتأخرون ولم يكن موجودا في الصلاح الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم وإنما جاء بعد أتبع التابعين من أصحاب أصول الفقه ومن أصحاب المؤلفات في أصول الفقه والأحكام الفقهية فقالوا التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل وهذا معنى أن يكون هناك معنيان معنى الراجح ومعنى مرجوح لكن التأويل يقول أن نصرف المعنى عن الراجح أو الظاهر المحتمل القوي إلى الاحتمال المرجوح بسبب قرينة أو دليل عقلي أو غير ذلك وهذا يذم عند علماء الإسلام مضموم لماذا؟ لأننا نصرف عن المعنى الظاهر بدلالته القوية إلى معنى مرجوح وقد تكون القرينة أو الدليل الذي يصرفنا إلى المعنى المرجوح ضعيف أو لا يسلم به عند كثير من العلماء أو عند بعضهم وعند بعضهم غير مسلم به فكيف نذهب أو نخرج من المعنى الراجح بدليل المحتمل إلى المعنى المرجوح؟ وهذا كما قال بعض العلماء ومنهم الشيخ منع القطان قال إنما لجأ إليه كثير من المتأخرين إلى هذا المعنى وهو يقصد ليس في التفسير فقط وإنما يقصد في التفسير وفي تأويل الأحكام وغيرها قال إنما لجأ إليه كثير من المتأخرين مبالغة في تنزيه الله عن مماثلته للمخلوقين أي عندما يؤولون الصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وأوائل السور وغيرها من الآيات التي تأول أولوها حتى ينزيه الله سبحانه وتعالى هذا قال زعم باطل أوقعهم في مثل ما هربوا منه فهم عندما يؤولون اليد بالقدرة يد الله فوق أيديا فيقول قدرة الله مثلا هذا مما لا يدخل في العقل ولا يتقبله إلا بدليل قوي والدليل غير موجود فعندما يؤولون اليد بالقدرة إنما قصدوا الفرار من أن يثبتوا للخالق يدا لأن المخلوقين لهم يد ولكن القرآن الكريم يثبتوا أن لله يدا على كيفية تليق به سبحانه وتعالى فاشتبه عليهم لفظوا اليد فأولوها بالقدرة وهذا تناقض منهم كيف تؤولوا بشيء ليس عليه دليل واضح ظاهر فلماذا أيضا يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في الذي نفوه فالعباد أيضا لهم قدرة فكيف نأولوا اليد بالقدرة وماذا نأول قدرة العباد أيضا ما جاء أيضا عن عمة السلاف وغيرهم من ذنب المتأولين إنما هو مثل هذا التأويل الذي ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان عزائي الطلبة إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون قد وضح لديكم هذا الموضوع المحكم المتشابه وقبل أن نغادر هذا اللقاء نعطيكم تكليفا ينبغي أن تقوموا به وترجعون إليه وهو لا بد أن تميزوا بين الأحكام أو بين الإحكام العام والإحكام الخاص والتشابه العام والتشابه الخاص كواجب إن شاء الله سبحانه وتعالى تقومون به وترجعون إلى حله وقزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته